هنا بفضاء مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة كان موعد أعضاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع انتخاب الأمين العام للنقابة المؤتمر الوطني السابع والذي رفع شعار العمل النقابي الملتزم نضال ومسئولية لتكريس الثقة وكسب رهان التنمية عرف حضور الأمين العام للمصباح وثلة من قيادة الحزب وأعضاء وقيادات العديد من النقابات الدولية بعدما أكملت قيادة الاتحاد الوطني أربع سنوات والتي هي العمر للولاية للاتحاد حسب قوانين الاتحاد فإن أي مسئول يتحملها عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين والقضية الثانية أنه له الحق في أن يكون لمدة أربع سنوات بعد أربع سنوات يا إما تجدد فيه الثقة يا إما تختار قيادة جديدة ولكي نصل إلى هذا الأمر فنحن عازمون على أن في هذا المؤتمر سنقدم تقرير الأداء المكتب الوطني طيلة الأربع سنوات سواء فيما يتعلق بشقه الأدبي أو في شقه المالي وسيكون هذا التقرير سواء الأدبي أو المالي محط نقاش للإخوة والأخوات المؤتمرين والمؤتمرات الذين حجوا إلى هذا المؤتمر من مختلف ربوع الوطن وبعد هذا المناقش هذه سيكون مصادقة على التقريرين وبعد مصادقة على التقريرين سيكون لدينا عملية انتخاب الأمين العام للالتحاد الوطني للشغل من المغرب للولاية المقبلة للأربع سنوات المقبلة وكذا انتخاب نوابه وانتخاب أعضاء المكتب الوطني الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرفت تقديم وصلة إعلامية عن مصاري وإنجازة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالإضافة إلى تقديم كلمة الدكتور سعد الدين العثماني وقيادات المنظمات النقابية الوطنية والدولية أولا المؤتمر سيقدم ترشيحات وهذا من خلال الترشيحات سيتم تداول بشأنها من طرف أعضاء المجلس الوطني وبعد ذلك يتم التصويت من أعضاء المؤتمر على المرشحين الذين سيستفض بهم المجلس الوطني المؤتمر الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحسب الجهة المنظمة يأتي في سياق اجتماعي واقتصادي وسياسي استثنائي سواء على المستويين الدولي والوطني وهو سياق موثوم بتراجع إشعاع مؤسسة النقابة وما تمثله من قيم وأهداف مع باقي مؤسسات الوسطة في مقابل تنامي أنواع جديدة من الاحتجاجات الوقعية والافتراضية في تجاوز واضح للفعل النقابية الشيء الذي يفرض على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإسهام بمسؤولية في تطوير الحركة النقابية المغربية